أهلا بكم أجرى اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس النصره الله مكالمة هاتفية مع أخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي الشقيقة وأفدى بلغ للدوان الملكي بأن قائدي البلدين ركز خلال هذه المكالمة على متانة العلاقات المغربية المصرية وتجدرها والأبعاد التضامنية التي ما فتئت تطبعها مؤكدين على التزامهما بسيانة هذه العلاقات من أي محاولات للمسي بها أو التشويش عليها كما أكد جلالة الملك وفخامة الرئيس على رفع وتيرة عمل جميع الفاعلين المغاربة والمصريين من أجل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكفيرة بالدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز مسارات التنمية في البلدين واتفق كذلك يضيف البلاغ على الإبقاء على قنوات الاتصال المباشر مفتوحة بين القصر الملكي ورئاسة الجمهورية وبين حكومتي البلدين ومن خلال السفيرين المعتمدين وقد جدد جلالة الملك دعوته لفخامة الرئيس المصري لزيارة المغرب ومن جهته وجه مجددا فخامة الرئيس المصري الدعوة لجلالة الملك من أجل القيام بزيارة رسمية إلى مصر ترجمة نانسي قنقر